بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكوا في قناة تفسير أحلام والركية الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية أسر القامة أن يشوف الرأي نفسه أنه بقى أقصر من الواقع هنعرف أهم التفسيرات المتعلقة بي أولا رؤية قسر القامة في المنام من الرمز للأسف اللي بتدل على العمر القصير للشخص كمان أحيانا بتدل على منحضات المنزلة أو المكانة للشخص ده بين الناس وعلى العكس طول القامة فبيدل على طول العمر وكمان على علو شأنه ومنزلة قسر القامة كمان من الرمز اللي بتدل على حدوث فتنة من الرمز اللي بتدل أحيانا على أن الشخص ده بخيل أو على الشحة أو البخل كمان قسر القامة من الرمز اللي بتدل على حدوث بعد العقبات أو المتاعب اللي ممكن يواجهها الرأي قسر القامة حيانا بتدل على ترك الرأي لمنصب أو لوظيفة كان بيعمل فيها أو معاناة الرأي بشكل عام لما يشوف الشخص إنه قسير القامة حيان بتدل على نقص إما نقص فيه المال أو نقص فيه المعرفة كمان قسر القامة برضو من الرؤى اللي بتدل على ديئة فيه المعيشة أو تعصر فيه أحوال الرأي أو بشكل عام إن الشخص ده شخص تافه أو شخص يعني الناس بتنظر له نظرة إنه هو شخص شوية دون المستوى كمان قسر القامة من الرموز اللي بتدل على حص سيء للشخص وعدم توفيقه فيه أمر معين أحيان بتدل على ديئة فيه الرزق أو فيه إمكانياته المادية بشكل عام أحيان بتدل على فشل وعدم قدرته على تحمل المسئولية على إنه شخص ضعيف كمان قسر القامة برضو لو شافت الفتاة العزبة إن فيه شخص قصير القامة بيطلب الزواج منها فأحيان بتدل على حظها السيء أو إن هي هتقابل متاعب أو عقبات في حياتها بشكل عام كمان قسر القامة برضو أحيان بتدل على إن الشخص ده عنده تقصير في العبادات أو إهماله لأمور عائلية أو أسرية اشتركوا في القناة